بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن أركان الصلاة الركن السادس من أركان الصلاة السجود على الأعضاء السبعة ومر معنا بيان الأعضاء السبعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على هذه الأعضاء والدليل على أن السجود ركن من أركان الصلاة قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فقوله أسجدوا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب والفرضية وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للموسيقى في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا فقوله أسجد فعل أمر والأمر يقتضي كذلك الوجوب والفرضية الركن السابع الاعتدال منه أو عنه الاعتدال من السجود أو عن السجود ودليله حديث الموسيقى في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع يعني من السجود وقوله ارفع فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب والفرضية الركن الثامن الجلوس بين السجدتين والجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة من تركه لم تصح صلاته ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للموسيقى في صلاته ثم ارفع يعني من السجود حتى تطمئن جالسا فهذا دليل على أنه لا بد من الجلوس بين السجدتين الركن التاسع من أركان الصلاة الطمأنينة في كل الأركان فالطمأنينة في كل الأركان الفعلية ركن من أركان الصلاة ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم الموسيقى في صلاته كان يقول له في كل ركن حتى تطمئن فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة من أركان الصلاة كذلك وهو ركن العاشر التشهد الأخير ودليل أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبرايل وميكاين والشاهد من هذا الحديث قوله كنا نقول قبل أن يفرض علينا فقبل أن يفرض إذن أصبح التشهد فرض وهذا دليل على أن التشهد ركن من أركان الصلاة الركن الحدي عشر الجلوس للتشهد فالجلوس للتشهد ركن والمراد هنا تشهد الأخير أما التشهد الأول فالجلوس له هو واجب لو سهى عنه جبره بسجود السهو أما الجلوس للتشهد الأخير فهو ركن فلو فرض أنه قام من السجود قائما وقرى التشهد فإنه لا يجزئه لأنه ترك ركن من أركان الصلاة من أركان الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير هل هي ركن أم لا فيها ثلاثة أقوال القول الأول ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة قالوا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن واستدلوا على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم من بيان الصلاة عليه والقول الثاني قالوا أنها ليست ركن وإنما هي واجبة وتجبر بسجود السهو عند النسيان واستدلوا على ذلك بأن قوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صلي على محمد يحتمل الإجاب ويحتمل الإرشاد ولا يمكن أن نجعله ركنا لا تصح الصلاة إلا به مع هذا الاحتمال لكن نجعله واجب بحيث أنه لو سهى عنه فإنه يجبره بسجود السهو أما على القول الأول فإنه لو سهى عنه فإنه لا بد أن يأتي به وصلاته تبطل لو لم يفعله لأنه ركن والقول الثالث في هذه المسألة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأخير سنة ليست بواجبة ولا ركن وهذا رواية عن الإمام أحمد وقالوا أن الإنسان لو تعمد تركها فإن صلاته صحيحة لأن السنة إذا تركت عمدا فإنها لا تؤثر في الصلاة طبعا الأفضل إن يأتي بالسنة لكن لو تركها فإن صلاته صحيح وقالوا الأدلة التي يستدل بها من جعلها ركنا ليست ظاهرة على ما ذهبوا إليه والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك قال ابن عثيمين رحمه الله وهذا القول أرجح الأقوال اللي هو القول الثالث أنها سنة فإنه لا يمكن أن نبطل العبادة ونفسدها بدليل يحتمل أن يكون المراد به الإجاب ويحتمل أن يكون المراد به الإرشاد الركن الثالث عشر الترتيب يعني الترتيب بين أركان الصلاة من بداية القيام ثم تكبيرة الإحرام ثم الركوع ثم الرفع منه وهكذا لا يقدم شيء على شيء ودليل هذا الترتيب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الموسيق في صلاته ثم أنه يعقب بعد كل فعل ثم 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 وثم تدل على الترتيب فلابد أن يأتي بأركان الصلاة مرتبة فلو قدم بعضها على بعض بطلت صلاته الركن الرابع عشر هو التسليم هو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه ويقول السلام عليكم ورحمة الله عن شماله وهذا هو المشهور من المذهب أن التسليمتين يركن في الفرض وفي النفل وقيل أن التسليم الثانية سنة في النفل دون الفرض وقيل سنة في الفرض وسنة في النفل والأقرب كما ذهب إليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن التسليمتين كلتاهما ركن لأن النبي صلى الله عليه وسلم واضب عليهما وقال صلوا كما رأيتموني وصلي ولأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم العدل فإذا سلم على اليمين سلم على اليسار وإذا سلم على اليمين فقط مع إمكانية التسليم على اليسار لم يتحقق ذلك ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يسلم على يمينه ويساره حتى يكون لليمين حظ من التسليم ولليسار حظ من التسليم هذا والله أعلم وأحكم